وزارة الشؤون الخارجية تنظم الندوة دولية هامة الأسبوع الداخل فتعرف حضور عشرات السفراء والقناصر المعتمدين النشطين في الجزائر رسم استراتيجية تكفر الدفاع عن المصالح الوطنية دوليا الندوة الدولية تتنظم قصر المؤتمرات في العاصمة بحضور حوالي 128 رئيس بعتة دبلوناسية معتمدة في الجزائر ما بين سفير وقنصل وقنصل عام أيام الثامن والتاسع والعاشر من شهر نوفمبر الحالي الإطارات المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وممثل القطاعات الوزارية سيكوننا حضرنا بدورهم في الندوة الدولية وسيشاركنا في الورشات وصياغة التوصيات النهائية توصيات الندوة الدولية ستنصب حول بلورة رؤية شاملة تضمن المصالح الاستراتيجية للدولة الجزائرية عبر كافة ربوع العالم بداية من الفترة المقبلة مع محاولة تجديد الجهاز الدولوماسي وأساليب عمله تكيفا مع التحديات العصرية